كليات جامعة الملك سعوري بن عبد العزيزي العلوم الصحية تحتوي الجامعة على 14 كلية كلية الطب توجد كلتان للطب في الجامعة واحدة في المدينة الجامعية بالرياض والأخرى بالمدينة الجامعية بجدة تحصد كلية الطب في الرياض وجدة وبشكل سنوي على نتائج متقدمة في اقتبار هي التقصص الصحية على مستوى المملكة كما يوجد في كلية الطب مركز محاكا يعد من الأميز في المنطقة كلية الطب الأسنان تقع كلية في المدينة الجامعية بالرياض وهي كلية مميزة بتجهيزاتها الرقمية الحديثة والنوعية يرافق ذلك منهج مميز قائم على آخر ما توصل له العلم الحديث في مجال طب الأسنان الكلية مصنفة ضمن فئة ألف من قبل هيئة السعودية للتقصص الصحية والمرتبة الأولى في تقييم مستوى الأداء العام بالمملكة كما أن خريجوها الحقق أعلى معدل في اقتبار الرخصة المهنية بين نظيراتها بجامعة المملكة كلية الصيدلة كلية الصيدلة وهي من أميز كلية الصيدلة على مستوى المملكة حيث يأتي خريجوها في مقدمة طلب المملكة في اختبارات الهيئة الوطنية للتقصص الصحية الكلية مصنفة ضمن فئة ألف من قبل الهيئة السعودية للتقصص الصحية كما أن خريجوها حقه أعلى معدل في اقتبار الرخصة المهنية بين نظيراتها بجامعة المملكة توجد كلية في المدينة الجامعية بالرياض كلية العلوم والمهنة الصحية يقدم كلية العلوم والمهنة الصحية البرنامج ما قبل المهن وهو برنامج تخديري مكسب لجميع طلاب الجامعة على مدى عامين دراسيين هذا البرنامج يسهم في تأسيس طلاب بشكل علمي ومتين في مواد اللغة الإنجليزية العلوم الأساسية العلوم الطبية الأساسية وذلك قبل التحاقم بكلياتهم المختلفة بالجامعة في المرحلة المهنية يشرف على تقديم هذا البرنامج نخبة من أعضاء هي التدريس الدوليين وكذلك أعضاء هي التدريس السعوديين أتم دراسهم في أفضل الجامعات العالمية كلية العلوم الطبية التطبيقية نضم كلية العلوم الطبية التطبيقية عشر برامج فكال الريوز متخصصة في مختلف المجالات الصحية وللتهدف إلى تلبيت حاجة المكاربية السعودية الكوادر المؤهلة ومتخصصة في الرعاية الصحية والمتميزة بمهارات مهنية وبحثية عالية بما يتفق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين توجد في الجامعة سلاس كليات العلوم التطبيقية مؤزعة لكل من المدن الجامعية الرياض جداء الإحساء كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية تعد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية أول كليا من نوعها في المملكات تقدم برامج ماجستير في الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالإضافة لبنمي بكريوس المعلوماتية الصحية وفقها على المعايير العالمية مستفيدة من خبرات متشارين وأكاديمي من جامعات المحلية والعالمية كلية التمريض كلية التمريض هي أول كلية أسات الجامعة حيث تعتبر صرح تعليمي رائد في هذا المجال وتخرج سنويا كفاءات وطنية مميزة وتساهم في تطوير مهنة التمريض كما تعمل كلية بشكل فعال على تلبية احتراجات المملكة مالك وعدة الوطنية المؤهلة في مجال التمريض وذلك من خلال فرعة الثلاث الرياض جدة الإحساء المندة الجامعية كل وجد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز العلم الصحية في ثلاث مدن في ملكة العربية السعودية هي الرياض العاصمة وسط المملكة وفي جدة في المنطقة الغربية وأيضا الإحساء في المنطقة الشرقية وضم الجامعة بمندنة الجامعية الثلاث ما يقارب من 13 ألف طالب وطالبة الرياض الإحساء جدة المدينة الجامعية بالرياض تقع المدينة الجامعية برياض في شرق العاصمة بجوار مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية ووزارة الحرس الوطني ثم المدينة الجامعية برياض سبع كليات يطب التمريد الطب الأسنان الصيدلة العلوم الطبية تطبيقية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية والعلوم والمهن الصحية المدينة الجامعية بالإحساء تقع المدينة الجامعية بالإحساء في بوزء الشمال الغربي من المدينة مجاورة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ضمن المدينة الجامعية بالإحساء ثلاث كليات ہے التمرين والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم والمهنة الصحية المدينة الجامعية بجدة